أخوانا الكرام والله ثم والله ثم والله بأصعب الظروف بأشد الحالات من يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب والله عندي مئات القصص اتق الله لأن الله عز وجل أمرك بيده ما سلمك لأحد هو الرزاق هو الرزاق ذو القوة المتين اتق الله أتقن عملك اضبط جوارحك اضبط لسانك اضبط دخلك كن ورعا ترفع عن الحرام وسوف ترى من الله ما لا يصدق ما لا يصدق هذا الكلام ليس خافرا بهذا الشاب لا والله لا والله هذا الكلام لكم جميعا وكل واحد منا قابل لأن يقطف سمار هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجة أخ كريم سكن في بيت واشترطت عليه صاحبة البيت أن يخرج متى شاءت في أشد حالات الأزمة السكنية في الثمانينات قالت أريد البيت قال له حاضر أعطته مهلة شهرين المحامي الذي سطر له التعهد بإخلاء البيت بعد شهرين بعد أن وقع قال له أنت مجنون أنت أصبحت في الطريق أنت مستأجر ولك حق سرمدي بالنظام القديم طبعا قال له أنا توكلت على الله القصة طويلة والله يا أخوان ورزقه الله بيتا ليس من المعقول أن يسكنه بدخله الذي لكن ترك البيت لله ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربحه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتذل ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتعز تعز إلى حين ثم تأتي ضربة الصاتور أيها الإخوة الكرام من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجى وأقرب مما اتقى يعني أكثر أذمة أو أشد الأزمات الآن يقول لك ما في شغل بلا عمل بلا بيت ما لي متزوج بلا عمل بلا بيت ما لي متزوج أنا أخاطب الشباب أقسم لكم بالله زوال الكون أهون على الله من أن يأتي شاب ويستقيم على أمر الله تماما ضبط جوارحه ضبط لسانه ضبط عينه ضبط أذنه ضبط يده ضبط رجله ما مشى إلا إلى قاعة ثم لا يجد من الله ما لا يصدق ما لا يصدق هذا ليس لواحد إن أكرمكم عند الله أتقاكم سيدنا سعد فداه النبي بأمه وأبيه ولم يفد أحدا من صحابته لأمه وأبيه إلا سيدنا سعد قال له إرمي سعد فداك أبي وأمي كان إذا دخل سعد على النبي قال هذا خالي أروني خالا مثل خالي لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال له سيدنا عمر قال له يا سعد دققوا لا يغرن كأنه قد قيل خال رسول الله فالقلق كلهم عند الله سواسية ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له هذه القصة قابلة لكل واحد منكم أيها الشباب استقم استقم وانتظر وانتظر شيء لا يصدق من الله بكل الظروف بالجفاف بالأعوام المطيرة بالبطالة المنتشرة بضقالة الأعمال بقلة الدخل بغلال أسعار هذه كلها ظروف أرضية لا تتأثر بها الآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجة مما هو فيه فيه عندك مشكلة بالعمل مشكلة بالبيت مشكلة بالصحة مشكلة بالدخل مشكلة من الجيران مشكلة ممن هو فوقك مشكلة ممن هو أقوى منك مدام فيه مشكلة اتق الله يجعل الله لك مخرجة والمكافأة الثانية ويرزقه من حيث لا يحتسب والله مر أخ من أخواننا توفي قريبه وابن عمه وكان أستاذ جامعي يعني تصور أنه دخله كافي فقال لأولاده اليتام دينوا والدكم علي ألي توقعت عشر تلاف عشرين ألف يعني لآخر الأيام فلما سألهم قال ثلاثمائة وثمانين ألف قال لي العهد خلاص دفعتم والله في صحن هذا المسجد قال هذا الكلام وبكى قال لي والله بعد أيام نصيب من صفقة واحدة ثلاثمائة وثمانين ألف ولبضاعة كاسدة ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث هذه الآية لكم جميعا هذه لكم أيها الشباب عندك مشكلة الزواج والبيت والعمل هذه أضخم مشاكل الشباب ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا الشاب الجميل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال امرأة العزيز هو عبد ومسافر ومسافر وبعيد وشاب عد العلماء عشر أسباب تسهل له أن يلبي رغبتها قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواهي فلما صار عزيز مصر قالت جارية في القصر سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ثم تلا هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب تق الله استقم تماما اضبط لسانك تماما لا غيبة ولا نميمة ولا بهتان ولا محاكاة ولا تقليد ولا كذب ولا تدليس اضبط عينك غض بصلك عن محاسن النساء حتى يهبك الله زوجة صالحة أنا أخاطب الشباب تسرك إن نظرت إليها وتحفظك إذا غبت عنها وتطيعك إن أمرتها وهي حسنة الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة تعفف عن الحرام حتى ترزق رزقا حلالا طيبا وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه والله من أخواننا أقسم لي بالله أصبح دخله صفرا عنده معمل بسيط للسوريات ما في بيع إطلاقا أقسم لي بالله ما معه سمن ترسيم سيارته جاءه عرض الأرباح أريب بضعة ملايين أرقيل بحث عني وجدني في أحد مساجد دمشق ألقي درس فلما انتهيت قال لي جاء الفرج قال لي صفقة للأرقيل قلت له أنت ما ترى في الدخان أصفر لونه مسكين مبين بداية الرفض قلت له والله ما في فتوأة الدخان حرام وهي النفس الأرقيلة ستعشر سجارة قوة تأثيرها وأضرارها همد همد أقسم لي بالله بعد عشرين يوم جاءته صفقة سريات والأرباح مضاعفة وحلت مشكلته والله أخ صاحب معمل جاء إنسان طلب تصنيع شيء لشيء محرم هو الشيء ممكن يباعم دون ما يعرف محرم قال له هاي من أجل كذا شيء محرم قال له بعتذر فنشأت مشكلة كبيرة يعني صاحب المعمل الأب مع إنجاز الصفقة الإبن رفض قال له بطردك قال له طرد بشتغل بياعة صحوم بالحمدية بعدين الأب راع الأمر معد أقسم بالله جاءته صفقة أرباحها بالملايين بعد اثنين وعشرين يوم ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه أنت عم تعامل إله عم تعامل خالق السماوات والأرض عم تعامل الرزاق القدير الغني السميع البصير العليم لا تزهد بعلاقتك بالله الآمر ضامن ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه هذا أهم موضوع بالخطبة تأمين بيت والرزق وعمال وزوجة والكلام للشباب ومن يتقل لها يجعل له مخرجة وللشابات أيضا ومن يتقل لها يجعل الله لها مخرجة أيها الإخوة الكرام الآن بتقلي فلان صعب بالتعامل معه ما بيوافق ما خلت الواسطة ما بيوافق اسمع الأي ومن يتقل لها يجعل له من أمره يسرى يسرى تتيسر تقي الله استرضي الله بصدقة العباد بيده قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء والله إنسان بدأ بمشروع في عقبة فاوض مبلغ فلتي يدفعوا خلاف المنهج الإلهي أم رفض دفع نصفه صدقات لفقراء الشام وقدم طلب بعد أسبوع على طابع 125 أرش والموافقة تمت يقسم بالله العظيم كيف تمت هذه الموافقة لا يعلم طلب منه مبلغ فلكي أو ما في أمل أم استرضى الله بصدقة نفع بها فقراء المسلمين ثم قدم الطلب يقسم بالله للآن كيف تمت هذه الموافقة لا يعلم ما يعلم هو استرضى الله بس مرة ثانية عامل الله مباشرة ترى شيء لا يصدق ترى شيء يفوق حد الخيال هالكلام مولى واحد لكل واحد منا لكل واحد منكم وأنا معكم ولكل واحد بالأرض ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى دقيق فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى إله خالق السماوات والأرض من بيده كل شيء وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها الذي يعلم سقوط ورقة زيتون يقول لك فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى مؤن الآن بقول لك أنا ألي جاهلية ما في مشكلة ومن يتق الله يكثر عنه سيئاته ويعظم له أجرا لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم جئتني تائبا غفرتها لك ولا أبالي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يغفر الذنوب جميعا أيها الإخوة إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوسق منك بما في يديك فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الوصل فالكل هيين وكل الذي فوق التراب تراب أخوانا الكرام إذا إنسان يحبك وقوي تمشي بالعرض بالعرض تمشي فإذا كان الله يحبك ملك الملوك خالق السماوات والأرض يقول الله تعالى بَلَ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينِ الله يحبك وإذا أحبك الله اركل بقدمك كل الخلق إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك إذا واحد وكل محامي لامع كمان بنام مطمئن يقول لك إيده طايلة والقضاة كلهم يخافوا منه هو محامي أنا وكلته وقال لي خلص اعتبر منترية فكيف إذا كان الله وليك والله ولي المتقيم والله ولي المتقيم بتولى أمرك أقوى عداءك بيده أقوى جيها بالأرض بيده أنت مع القوي يعني صور جندي غر وأبوه قائد الجيش إجا عريف هدده أبوه بيسحقه والده قائد الجيش وعريفه بسبعة هدده ولو كان تاجه نجمة ما بيخاف منه إنه القائد العام والده والله ولي المتقيم قال لك واحد قوي أنا معك وهي هاتفي بأي لحظة خبروا وأي واحد زعجك أنا بعمله درس لا ينسى ما بتنام من فرحك فإذا قال الله لك مثلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون شو بسر معاك الله معاك وإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك لكن طريق الطقوة طريق ذات كلفة فيها جهد فيها جهد يعني طريق الجنة حزم بربوة يعني واحد ماشي على دراجة أم لقى طريقين صاعد ونازل يعني الطبيعة والدراجة وثقافته وخبرته ينزل أريح لكن مكتوب لوحة هذا الطريق الهابط ينتهي بحفرة ما لها من قرار فيها وحوش كاسرة من شهر مؤكلة يعني لئمتين ثلاثة بروح بس طريق مريح جدا نازل هويات لطيفات وأشجار وغرود وريحين بس بالآخر يتاكل أما الطريق الصاعد وعر وعر غبار وأكمات لكن ينتهي بقصر هاللوحة هي اللي خمس كلمات مو لازم تعكس القرار تعكسه مئة وثمانين درجة لذلك إن عمل الجنة حزنهم بربوة فيه فجر صلاة فجر فيه غض بصر فيه انفاق مال فيه ابتعاد عن الاختلاط فيه كلف كثيرة جدا هو اسمه تكليف أي عمل يحتاج إلى كلفه لذلك قال تعالى إنه من يتقي ويصبر إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ومشكلة العالم الإسلامي اليوم اليوم بكلمتين إن تتقوا إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا الله قال عن الكفار ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ومع ذلك وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا يعني طريق الإيمان يحتاج إلى بزل جهد يحتاج إلى معاكسة الهوى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إذن إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يعني الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم ابزل كل ما تستطيع من أجل التقوى وعلى الله